اشتركوا في القناة من القمر طبعا رح ينتقل بعد بث الحلقة هاي بساعة تقريبا رح يكون مستقر في برج الجوزاء هو في منزلة اللهقعة وهي سيئة لا تصلح إلا للأشياء المضرة بما ينفع كمثل استخراج السموم وغيرها ومن الأفضل عدم البدء بأي عمل جديد ورح يمكث فيها حتى تمام الساعة 41 دقيقة فجرا بعدها بنتقل لمنزلة الهنعة وهي تصلح للمحبة والخير والقبول اليوم طبعا القمر بما أنه موجود في برج الجوزاء أغلب الوقت في هاي الفترة مننشط في اتصالاتنا ومنشعر بعنصر الحركة بيلعب دور ملحوظ في حياتنا اليومية وبيتقلب الناس من حولنا في أفكارهم وتصرفاتهم أكثر من المعتاد وبيصعب وبيصعب ما النصر ننخربط اليوم يمكن مع الخسوف وبيصعب تصديق كل وعد أو كلمة تقال علينا إنجاز اتصالاتنا الهامة من رسائل ومكالمات وغيرها بوسعنا أيضا الانضمام لدورات دراسية أو تعلم لغة جديدة أو الانضمام لعضوية نادي طبعا رياضي بالنسبة للزوايا الفلكية أول زاوية هي رح تكون زاوية تقابل بين القمر والشمس وهي زاوية يعني فترة خسوف القمر لأنه في لحظة التقابل مش دائما في لحظات من السنة بصير في خسوف وكسوف في التقابل بصير الخسوف وفي الاقتران بصير الخسوف اليوم طبعا هي فترة خسوف في حلقة الأمس في بدايتها مقدمتها حكينا عن كل شيء له علاقة بالخسوف وتأثيراته وأنه تأثيراته بس لا يومين ثلاثة مش أكثر من هيك وتأثيره على الأبراج إيش رح يكون اللي حاب يسمع اللي ما سمع حلقة الأمس يروح يسمعها عشان ما نطول بالشرح ولكن بصورة عامة خسوف والكسوف أمرا سلبيا يجب خلالهم الامتناع عن قيام بأي خطوة جديدة ذات أهمية الجدير بالذكر أنه التأثير السلبي المباشر للخسوف بيستمر لمدة يومين أو ثلاثة أيام ما رح يطول طبعا هاي الزاوية رح تتشكل الساعة التسعة وتسعة وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش بخلق هذا الاتصال لدينا حالة من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والأفكار مما ينعكس سلبا على علاقتنا مع الآخرين أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية بطيئة من الزوايا آخر زاوية هي زاوية التزديس إيجابية بين عطارد وزحل رح تكون في تمام الساعة سبعة مساء بتعزز قدرتنا على تحليل الأمور بشكل واضح طبعا بما أن القمر رح يكون موجود في الجوزاء فخلو المسار القادم رح يبدأ يوم واحد اتناش بيبدأ الساعة أربعة واحد وعشرين دقيقة صباحا ورح يستمر لليوم التالي ليوم اثنين اتناش تقريبا الساعة ثلاث واثنين وثلاثين دقيقة فجرا بتوقيت جرينيش لا ينتقل بعدها لبرج السرطان يعني عنا أربعة وعشرين ساعة خلو مسار من يوم واحد اتناش لا يوم اثنين اتناش بالنسبة لعمر القمر طبعا القمر المكتمل بما أنه زاوية تقابل فأكيد مكتمل خمسة عشر يوم في تمام الساعة اتناش وثلاثة واربعين دقيقة ظهرا بيصبح ست عشر يوم نسبة الإضاءة مية في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في القوس حتى يوم واحد وعشرين اتناش مزاجها منتحس بنسبة اربعة عشر في المية القمر في الثور بدي ينتقل للجوزاء حتى يوم اثنين اتناش منتحس بنسبة خمسة وعشرين في المية طبعا السبب اللي هو الخسوف عطارد في العقرب حتى يوم واحد اتناش مزاجه سعيد بنسبة خمسين في المية الزهرة في العقرب حتى يوم خمستاش اتناش مزاجها سعيد بنسبة خمستاش في المية المريخ في الحمل حتى يوم سبع واحد المزاج سعيد بنسبة خمستاش في المية المشتري في الجدي حتى يوم 19-12 مزاجه منتحس بنسبة 25% زحل في الجدي حتى يوم 17-12 المزاج سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثورب يتراجح حتى يوم 14-1 منتحس بنسبة 12% نبتون في الحوت عاد لحركة الأمامية مزاجه سعيد بنسبة 15% بلوتوف في الجدي برضو مزاجه سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل ابتنشطوا في أمور إلى علاقة بالسفر والاتصالات والتنقلات فاوض بثقة وجراءة وحاول الدفاع عن مواقفك وقضيتك لكن اتجنب الكلام اللاذع ممكن أنك ما ترتاح بسبب كثافة الأعمال فباكر لعملك وما تعرض نفسك للإرهاق تتميز بالفاعلية والديناماكية وممكن تسمع جواب ممكن يعني شوي يكون معجب تعجب فيه أهم شيء أنك ما تبالغ بمصروفك برج الثور تنهمكوا في ضبط ميزانيتكم اتجنبوا النفقات ابتهتم لأوضاعك المالية وبتخذ تجربة مهمة تمتحن موقعك وخبراتك أهم مش أنك ما تجازف بأموالك أو باستقرار وضعك المالي اتريث حتى تتوضح الأمور ما تبالغ بمصروفك أو بمصاريفك احذر من المنافقين ورتب وضعك المالي بشكل جيد برج الجوزاء أنتم قادرون على مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها تكثر المشاريع وبتختلط الواجبات كون جدي وموضوعي في تنظيم الأمور حدد أهدافك وأولوياتك باستطاعتك استعادة الموقع وإنجاز الكثير برج السرطان بينال التعب منكم ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل وانتبهوا كثير لغذاءكم وراحتكم بشير القمر لرقود وتأخير في سير الأمور حاذر من التراجع الصحي والمعنوي استريح بعيد عن الأضواء ولا تختلق أعذار للغروب من المسئوليات والمهمات برج الأسد تنشطوا اجتماعيا وتلتقوا الأصدقاء بهذه الفترة مناسبة لطلب استشارة أو تأييد أحدهم لا تبقى وحيد بل شارك بمختلف الورشات والنشاطات تستعيد حماستك وحيويتك تتكيف بسهولة مع ظروف والأحداث وبتشارك بفعالية معينة برج العذراء حافظوا على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل قدم أفضل ما لديك لعلك تحقق إنجاز أو تحرز تقدم مفاجئ لا تهدد سمعتك بالخطر ممكن تقلق بشأن لقاء أو وضع أحد أفراد الأسرة صحيا أو ظرف معين يعني نقدر نحكي هاي فترة برضو مثمرة ومهمة جدا وبتكون أسهل وأقل إرباك إذا كنت جاهز برج الميزان اللي بيتقدم لامتحان أو مقابلة بدو يستعد بشكل جيد هاي فترة حافلة بالنشاطات ممكن تتلقى خبر من الخارج أو من جهة غريبة حاول تسهيل أمورك ممكن تهتم بثقافة مختلفة الأمر اللي بيشجعك على الانضمام لنادي أو جمعية برج العقرب أدخل التعديل المطلوب على أموركم المالية المشتركة وما تسمح لأحد بالتشكيك بقدراتك لا تكون جارح في الكلام بل فاوض بهدوء ودبلوماسية كون حريص على حقوقك تتحسن الأجواء وممكن تحصل على الفرصة المناسبة لتبرير أخطائك برج القوس بوسعكم تعزيز شراكاتكم سواء في العمل أو العاطفة هاي فترة صعبة تثقل خلالها الهموم والمسئوليات لا تنفعل وحاول الإضاءة على الإيجابيات ما بينفعك التوتر ولا الجدل عالج كل التطورات بموضوعية وأعصاب باردة وما تتسرع باتخاذ القرارات برج الجدي واصلوا ما بدأتم به من عمل سابق وانتبهوا لصحتكم حاذر من تراجع صحي وما تسمح للواجبات بالتزامن ولا بالتراكم كون أكثر تنظيما وأحسن إدارة أو إدارة العمل ودارة الوقت اتجنب إثارة العدوات وإهمال وضعك الصحي خذ قسط من الراحة وإهدأ وكون عند حسن الظن برج الدلو ما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا وماليا بتكثر التنقلات والزيارات أو الاتصالات وبتتحسن الأجواء نسبيا بتصبح الأجواء أكثر سهولة وممكن تظهر لقاء أو لقاءات طارئة مع الإخوة قدم لهم المساعدة والدعم اللازم فترة ناجحة ومطمئنة برج الحوت تنهمكوا بأمور إلها صلاة بالبيت والعائلة لا تتهرب من المسؤوليات وإن كثرت نظم وقتك بشكل جيد عشان تتفادى أي تقصير لا تبخل على العائلة بالعطف والنصائح كما إنها هاي فترة مناسبة للارتباط ممكن تشعر بالانزعاج أو القلق حول مسألة شخصية هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر